زيادة الكبيرة اللي حصلت في قطاع السياحة كان لها أسباب كتير الحقيقة أولها طبعا الاستقرار اللي بنعيش فيه دلوقتي والاستغرق سنوات عشان نوصله وده بالطبع أعطى ثقة للسياح ان هما ييجوا مصر ويعتبروها وجهة أمنة ومستقرة طبعا ده بجانب تطوير وصيانة المواقع السياحية وافتتاح العديد من المتاحف الجديدة وتقديم أشكال جديدة من السياحة البيئية والثقافية خلينا نتابع شهد قطاع السياحة في مصر نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة بسبب عدد من العوامل أهمها الاستقرار الأمني والسياسي ما أدى لاستعادة لثقة السياح الدوليين في مصر كوجهة سياحية آمنة كما قامت مصر بجهود كبيرة في تطوير وصيانة المواقع السياحية والمنشآت السياحية وتم ترميم العديد من المعابد الفرعوني الشهيرة مثل معبد الكرنك ومعبد الأقصر وتم تحسين بنية الفنادق والمنتجعات السياحية لتلبية احتياجات الزوار الدوليين وشهدت مصر افتتاح العديد من المتاحف الجديدة والمعارض الثقافية مثل متحف الحضارة المصرية الجديد في القاهرة ومتحف سهاج ومتحف شرم الشيخ وقصر البرون بالإضافة إلى ذلك تم العثور على اكتشافات أثرية هامة بالأقصر وأصوان وسقارة ما أثر تجربة الزوار وأثر التراف الثقافية للبلد وقد عملت مصر على تنويع منتجاتها السياحية وتم تقديم أشكال جديدة من السياحة البيئية والثقافية كما شهدت البنية التحتية للسياحة في مصر تحسينات كبيرة بما في ذلك تطوير المطارات والموانئ والمواصلات العامة وهو ما سهل وصول السياح إلى الوجهات السياحية بسهولة وراحة